بسم الله الرحمن الرحيم وبيه نستعين طلابنا طالباتنا حياكم الله مع الحصة الثانية من درسنا الأول تكامل الإقتران الأسي واللوغاريتبي أي طالب أي طالبة مش حاضر الحصة الأولى على السريع يسكر الفيديو ويرجع يحضر الحصة الأولى ديروا بالكم أنا بيحكل أشياء الكثير مهمة الرياضيات مبنيني على بعضها البعض حصة ما بتتابحها رح تجد معاي خلل كبير في الحصة البعديها هلأ وأنا بشرح بحصتي اليوم معتمداً على مين عن حصة السابقة فديروا بالكم يلا نقول بسم الله بسم الله نبدأ يلا الآن بدي أعطي مقدمة ومقدمتي دائماً بقول لطلابي وطالباتي المقدمة عندي مقدسة هي عندي اليوم بدي أتحدث عن تكامل اللوغاريتم الحصة الماضية اتعلمنا تكامل الإقتران الأسي وأعطيتكو عبارة ما بننساها نفس وقسم نفسه على معامل إكس وإذا كان غير طبيعي أيوة شو بنعمل المقام يضرب بلن الأساس منضيف خطوة لن الأساس طيب حصتنا اليوم تتعلق في اللوغاريتم عندي ثلاث قواعد كم قاعدة عندي؟ ثلاث قواعد بسم الله طبعاً بقدر أوفر عليك وقت وجهد ووفر على حالي تعب وانسخ القواعد الثلاثة على اللوح وقول يلا احفظوهن لا 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 هذا الاسلوب الناشية خلينا نبلش غصتنا بتذكير للفصل الأول ما مشتقة لن جي لليكس مشتقة لن يلا شو مشتقة لن جي لليكس مشتقة جي برايم لليكس مشتقة ما داخل اللن على ما داخل اللن نفسه مشتقة ما داخل على ما داخل أيوة مشتقة ما داخل اللوغاريتهم وبنقسم عليه نفسه هذا مشتقة لن جي لليكس لاخدناها بالفصل الأول طيب أول قاعدة بدنا نحكي فيها بحصة اليوم وهي بسم الله أول قاعدة تكامل تكامل واحد على اكس دي اكس أول قاعدة بحصة اليوم هلا قبل ما عطيكم الجواب بدي أحكي اللي بنفسكو لاني وانا بكتب بالقاعدة رح يتكون بجواتكو أشياء طب ليش ما يعمل هيك لأستاذ ليش ما يسوي هيك تمام ربما بعض الطلاب خطر بباله شغله ايش هي أستاذ تجهيز للتكامل شو التجهيز أستاذ بدنا نرفع اكس للبسط يا سلام طيب قبل ما رد عليك دا ذكرك بشغله لما أنا أعطيتك قاعدة اكس عليها قوة اكس قوة ام شو القاعدة بتقول زيد وقسم اكس قوة ام زائد واحد على ام زائد واحد زائد سي بتعرفوا شو مشكلتكم شو يا أستاذ بتحفظوا القواعد بدون شروط هلا هذي قاعدة زيد وقسم عليها شرط ما هو أن ام لا تساوي سالب واحد مشكلة تكون حفظتوا القاعدة بدون الشرط هذي قاعدة تزيد وقسم تستخدم لكل الأسس ما عدا السالب واحد إذا أن سالب واحد هذه القاعدة يمنع استخدامها باطلة ليش؟ لأنه السالب واحد بيخلي المقام صفر غير معرف طيب هلا اللي بنفسكم أنا بدي أساوي بتكو ياني أرفع اكس للبسط تجهيز للتكامل حاضر تكامل واحد على اكس هيني بديمشي معاكم اكس قوة سالب واحد أوكي خطوة صحيحة أنا علمتك شو معنا جهز جهز مشان نطبق قاعدة ماشي رفعنا اكس للبسط هل نستطيع تطبيق هذه القاعدة؟ الجواب لا يمنع استخدام القاعدة لأن الأم سالب واحد طب ولي منكو تيس وكمل وطبق القاعدة تعالوا نشوف التياسة يلا تيس زيد على القوة واحد مش القاعدة بتقول تزيد وقسم يلا زيد لي على القوة واحد بتصير صفر وقسم على مي على صفر زائد سي حلو شو صار المقام صفر المقدار غير معرف هلأ قمة التياسة إنه بالنسبة لك عادي شو يعني وتتركها زي ما هي هذي طبعا مصيبة ايوه فأنا الآن اللي بنفسكو حكيتو فاسمعوني جيدا أنا كل شي بجهزه إلا هالمسخوطة هاي إكس يعني لو كان المقام آه أستاذي لو كان المقام واحد على إكس تكعيب آه بجهزها برفحها بتصير إكس قوة سالب ثلاث عشان أطبق القاعدة إكس عليها قوة إذن كل شي بجهزه إلا الإكس إذا إكس بالمقام ما حدش يقول لي يرفحها للمصد ساذقنا عتني طبعا كويس يا أستاذ وكيف هذا بنحل كيف هذا بنحل يلا بنعرف وعلمتك أن التكامل عكس التفاضل عكس الاشتقاق وقلت لك التكامل بنزله حرمية جماعة التكامل بنزله على سوق الاشتقاق وبسرقه دعالوا نفكر مع بعض أعطوني اقتران أشتقه يطلع واحد على إكس يلا الجواب لن الإكس أها لن الإكس زائد سين ليه أعطيتك علي وانت أعطيتني خمدة تعال نشتق ما مشتقت لن الإكس واحد على إكس مشتقت ما داخل اللن واحد على نفسه لن الإكس مشتقته واحد على إكس هاي مشتقت حمدة أعطتني علي يلا قاعدة واحفظوها ما تكامل الواحد على الإكس الجواب لن الإكس ولكن في مشكلة أنا بعرف أنه اللي داخل اللن لازم يكون دائما موجب أنا بعرف أنه اللن اللي داخله موجب دائما ما فيه لن لعدد سالب نعرفه من الفصل الأول هلأ الإكس ممكن تكون سالبة تخيل عوضنا محل إكس عدد سالب بصير عمنا لن لعدد سالب وهذا غير معرف فأجه واحد محترم زيك قال احميه واتله كيف احميها للإكس قال الحماية حط عليها رمز القيمة المطلقة الله رائع هسا لو كانت إكس سالبة عليها مطلق بتصير موجبة وهيك حميتها يلا احفظوا معي قاعدة رقم واحد بحسط اليوم تكامل الواحد على الإكس هو لن القيمة المطلقة للإكس زائد السي تمام يا أستاذي طيب اطلعوا لي هون يا أستاذي قبل معطي قاعدة اثنين خليني بس هيك أستاذ أدردش معك على السريع لو طلبت منك تكامل ثلاثة على إكس هلا أنا حفظتك قاعدة تكامل الواحد على إكس لن مطلق الإكس طب لو يجاني تكامل ثلاثة على إكس أنا بعرف شغلة من التأسيس يمكن خراج ثابت خارج التكامل الثلاثة ثابت طلع لي الثلاثة بر التكامل مين اللي بسمح لك طلع لي يا خارج التكامل الثابت والعدد ثلاثة ثابت اطلع يا ثلاث شو بيظل واحد على إكس طب لا يا أستاذ عملت هيك علشان أكتبه على صورة القاعدة هيها صارت تكامل واحد على الإكس حلو ومنها ثلاث يلا تكامل الواحد على إكس قاعدة للمطلق الإكس زائد السي يا سلام هلا بعد هذا المثال بصير عندكو خبرة من بطل تطلع الثلاثة لبرة بصير الطالب يخلع السريع طلعوا لي هون يلا تكامل سالب خمسة على إكس دي إكس يلا ذهنيا خلص السالب خمسة بتطلع لبرة هاي هاي طلعت السالب خمسة بيظل واحد على الإكس تكامل الواحد على الإكس لن القيمة المطلقة للإكس زائد السي خلص انتهت بدون الخطوة هاي يلا جاوبوني ما تكامل أربعة على إكس أربعة لن الإكس طبعا أكيد قيمة مطلقة ما تكامل سبعطعش على إكس الجواب سبعطعش لن الإكس تمام يا أستاذنا طيب انتهينا يا جماعة من قاعدة رقم واحد طيب تعالوا نروح الآن على قاعدة رقم اثنين حصتنا اليوم قاعدة رقم اثنين بتقول شو قاعدة اثنين تكامل واحد على A X زائد B DX يلا بالكلمات تكامل واحد على اقتران خطي ما نوع الاقتران الي بالمقام اقتران خطي A X زائد B طيب هلأ قبل ما اعطيكم القاعدة بنحكي اللي بنفسكم اه كنت رفعوها لفوق اه طب ماشي الحال لما انا بالتأسيس اعطيتكم قاعدة خمسة قلت لكم خطي A X زائد B مرفوع لقوة شو حكينا منزيد على القوة واحد A X زائد B قوة N زائد واحد وبنقسم عليه N زائد واحد وبنقسم كمان على معامل X اللي هو A زائد C ولكن كمان قاعدة خطي مرفوع لقوة كان عليها شرط نفس الشرط تبع X عليه قوة يشترط بالقوة M أنها لا تساوي سالب واحد لأنه إذا M سالب واحد يصبح المقام صفر وهذا غير معرف يعني باختصار قاعدة خطي مرفوع لقوة تستخدم لكل أنواع الأسس مع عداء السالب واحد إذا كانت القوة سالب واحد القاعدة باطلة حلو يلا حكولي هسا هاي لو رفعتها على البسط إيش بتصير يلا A X زائد B هاي قوة واحد لما بطلحها على البسط سالب واحد لا يمنع استخدام القاعدة إذن ما حدا يقولي جهزها وارفحها للبسط حلو سادق نعتني طب أستاذ شو القاعدة وشو القاعدة تبعتها هلا بنعطيك القاعدة يا أستاذي بتقول القاعدة يلا اسمعني بالكلمات انتو عارفين أنا بحب بالكلمات هنا خطوتين الخطوة الأولى مقلوب معامل X عيد أنا ما حكيت معامل X شو حكيت مقلوب معامل X معامل X A مقلوب واحد على A حلو خطوة اثنين ضرب لن لن المقام لن المقام من المقام A X زائد B ولكن بحمي برمز القيمة المطلقة قيمة المطلقة ل A X زائد B زائد ايش يا أستاذي S يعيني يلا ما تكامل قاعدة اثنين بحسط اليوم ما تكامل واحد مقسوم عقتيران خطي الجواب خطوتين مقلوب معامل X في لن المقام عيدها مرتين مقلوب معامل X في لن المقام مقلوب معامل X في لن المقام طي تعال هيك أعطيك سؤال تسليكة يلا يلا تكامل واحد طيب يا أستاذ كيف ما تنطبقها هايها واحد عخطي تكامل واحد مقسوم عقتيران خطي واحد على 3X زائد 5 آه مكتوب على صورة قاعدة اثنين واحد مقسوم عقتيران خطي الجواب يلا طبعا طبعا انتوا عهذه القاعدة عرفتوا منين جابوها جابوها من الاشتقاق يعني سؤال لو اشتقينا اشتقينا حمدة يرجع للفصل الأول الواحد على A ثابت ثابت مضروب باقتيران يبقى ثابت يبقى ثابت ونشتق الاقتيران ما مشتقت لن A X زائد B مشتقت ما داخل اللن A على نفسه A X زائد B حلو طبعا السي ثابت صفر بتروح الا بالبسط مع الا بالمقام ايش بيظل الاستاذي واحد على A X زائد B هيها واحد على A X زائد B ايوة عشان هيك بنضرب بمقلوب معامل X علشان استاذي لما نشتاق تروح A مع A ويرجع لجوة تكامل وصلت يا استاذ طبعا والله يا جماعة هذا شرح زيادة بس بحبط بيكون فاهم اوكي نيجي على هاي المسألة طبق لي ياها يلا معامل X ثلاثة مقلوب معامل X ثلث القاعدة بتقول مش معامل X مقلوب طب في لن المقام لن القيمة المطلقة للمقام المقام ثلاثة X زائد خمسة زائد C انتهى حل السؤال بس تروح جرب اشتقه واشتقت ما داخل اللن ثلاثة بتروح مع الثلث على نفسه بتطلع واحد على ثلاثة X زائد خمسة برجع لجوة تكامل تمام استاذ نعم يا استاذ شو مالك استاذ افرض انه مش واحد على العاد شو استاذ مثلا 7 على 2 X ناقص 9 طيب عادي شو المشكلة استاذ انت قلت لنا القاعدة بتقول واحد عخطي هذا اللي بالبسط 7 عخطي مش واحد عخطي طيب ماشي الحال انت ليش ماذا طيب يمسك السبعة وزيت ليها برا مالك عامل القصة صعد بصير طبعا اي ثابت موجود داخل التكامل ما بعجبك اخلع وشلوت بقدر اخلع شلالية لمين للثوابت مش واحد منكو يمسك الاكس اللي جوه التكامل ويطلح ها برا لا مين اللي بقدر اطلع خارج التكامل الثابت عثنين اكس ناقص تسعة ايها ايوا واحد على خطي هسا طبق القاعدة معامل اكس اثنين مقلوبه نص السبعة اللي برا في النص سبعة عثنين ترتيب في لين المقام مطلق اثنين اكس ناقص تسعة زائد السي يا السلام ف احنا قلنا لكم واحد عخطي اذا طلعنا عدد عخطي هذا العدد يا سيدي ثابت زدت برا التكامل وطبق القاعدة ووصلت يا استاذ تعالوا الان على قاعدة رقم ثلاثة يال قاعدة رقم ثلاثة قاعدة رقم ثلاثة بتقول لك ثلاث تكامل تكامل اف الفتحة لل اكس مقسوم على اف ال اكس بدي اكس طيب بقول لك هذه تساوي لن القيمة المطلقة القيمة المطلقة لأف ال اكس زائد السي تمام هلا هذه القاعدة الثالثة جدا مهمة انتبهوا عليها خليمي اشرح لك بطريقة الخاصة اذا بتلاحظ لدينا بسط ولدينا مقام هون في بسط وهون في مقام اذا بتعامل مع كسر طيب الان هذه القاعدة بدأ حفظك اياها كالتالي في شرط وفي نتيجة في عنا الشرط وفي عنا الناتج ايش الشرط وايش الناتج يقول الشرط بدك تحفظه زي اسمك مشتقت المقام تسامل بسط نعم تعال شوف اللي كتبته صح ولا لا تعال مشتقت المقام رو على المقام مين المقام افل اكس طيب شو مشتقت المقام اشتقوا لي المقام افل فتح على الاكس اللي هو اعطاك الباست اشتق المقام بيعطيك الباست اشتق المقام بيعطيك الباست اسمع اشتق اللي تحت بعطيك اللي فوق مشتقت التحتاني بساوي الفوق هذا عبارة عن الشرط تبع القاعدة حلا إذا هذا الشرط تتحقق اسمع النتيجة النتيجة يا خديجة جواب التكامل شو بيساوي لن أفل إكس مين أفل إكس يعني المقام جواب التكامل بيطلع لن المقام طبعا أكيد علي قيمة مطلقة زائد سي هلأ أنا هذه القاعدة الثالثة بدي حظك إياها بالكلمات إذا لدينا كسر تكامل في كسر باس ومقام في شرط ماذا يقول الشرط؟ مشتقة اللي تحت بيساوي اللي فوق مشتقة التحتاني بيساوي الفوقاني مشتقة المقام بتساوي البسط إذا هذا الشرط تحقق شو بيطلع جواب التكامل إيش النتيجة؟ الناتج لن المقام لن اللي تحت جواب التكامل لن التحتاني طيب هل أي تكامل في العالم؟ يعني هيك طالب فهمها أي تكامل مكتوب على صورة بسط ومقام بنحل على اللوغاريتم غالك مش هيك يهبل مش هيك أنا حكيت متى التكامل بيزبط على هذه القاعدة؟ إذا تحقق الشرط ما هو الشرط؟ أن مشتقة اللي تحت بيساوي اللي فوق مشتقة المقام تساوي البسط إذا هذا الشرط تتحقق أنا معاك جواب التكامل هو لن المقام طيب يفرض الشرط ما تحقق يفرض أنه مشتقة المقام ما ساوت البسط إذن ما بنطبق على قاعدة ثلاثة؟ ما بنحل على اللن؟ يا أستاذ طبعا ليش بنحل؟ بنحل؟ أنت بعدك في الدرس الأول فيه قدامك درس ثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع عملك تمام يا أستاذي طب منين جابوا القاعدة؟ جابوها من سوق الحرمية؟ تعال الجواب هذا اشتقوا لي ما مشتقة لن أف في الإكس مشتقة ما داخل اللن أف في الفتحة على ما داخل اللن على أف هيها رجعة أف في الفتحة على أف أيوة فقواعد التكامل منين مأخوذة من الاشتقاق؟ هذه قاعدة ثلاثة علشان ترسخي بذهنك اطلع لي أستاذي هون أسألكك بمثال سريع تكامل ثنين اكس ناقص واحد على اكس تربيا ناقص اكس زائد سبعة دي اكس تكامل مكتوب على صورة بسط ومقام تعال نختبر قاعدة رقم ثلاث طيب هل بوضبط على قاعدة ثلاث ولا لا؟ نختبر الشرط روح اشتق لي تحت اشتق المقام اكس تربيا ناقص اكس زائد سبعة شو مشتقتها؟ ثنين اكس ناقص واحد هيها ثنين اكس ناقص واحد الله مشتقت اللي تحت ساوى اللي فوق معناته الشرط تتحقق نعم بنحل على طريق اللوجريتم ايش النتيجة؟ ايه النتيجة يا خديجة؟ لن المقام لن القيمة المطلقة للي تحت مش اللي فوق مين اللي تحت المقام؟ اكس تربيا ناقص اكس زائد سبعة مطلق طبعا زائد سي هذا جواب التكامل روح على الفصل الاول واشتق لي هذا المحترم مشتقت ما داخل اللين اثنين اكس ناقص واحد على ما داخل اللين نفسه على اكس تربيا ناقص اكس زائد سبعة ايه؟ وهي رجع عمه علي لجوة التكامل مية بالمية استاذ كم قاعدة صار عندي؟ ثلاثة الاولى هيحصت كل يوم ان شاءوا الاولى واحد على اكس والثانية واحد على خطي والثالثة عندي كسر مكون من بسط ومقام هناك الشرط وهناك نتيجة اذا تحقق الشرط فالنتيجة بتتحقق مشتقت اللي تحت بساوي اللي فوق معناته جواب التكامل هو لن اللي تحت لن المقام زائد سين جاهزين للأسئلة؟ جاهزين استاذ ادخل على المثلة بدي ادخل على المثلة وقوي قلبي بسم الله نبدأ يلا جاهزين يا حلوين ندخل على الأسئلة بسم الله نبدأ رقم واحد تكامل اثنين اي قوة اكس يعيني هذا الحصة الماضية زائد ثلاثة على اكس توزيع التكامل على الجمع يلا الثابت بنزل ما تكامل اي قوة اكس نفسه اي قوة اكس الحصة السابقة زائد تكامل ثلاثة على اكس على القاعدة الأولى الثلاثة بتطلع لبرة بيظل واحد على اكس الواحد على اكس تكاملها لن القيمة المطلقة لالاكس زائد السي انتهى السؤال الأول اذا ثلاثة على اكس الثلاثة بتطلع لبرة هيها ارد انوضحها مرة ثانية تكامل ثلاثة على اكس الثلاثة بتطلع لبرة بيظل واحد على اكس الواحد على اكس قاعدة الأولى لأن القيمة المطلقة للإكس والناتج مضروب بثلاث مسألة رقم اثنين واحد على أربعة إكس ناقص واحد قاعدة رقم اثنين واحد على خطي خطوتين واحد على خطي خطوتين مقلوب معامل إكس معامل إكس أربعة مقلوبه واحد على أربعة في لن المقام لن القيمة المطلقة للمقام أربعة إكس ناقص واحد زائد سي انتهت مسألة اثنين اذا مسألة اثنين تطبيق على القاعدة الثانية واحد على خطي مقلوب معامل إكس في لن المقام مسألة ثلاث مسألة ثلاث هذه مش القاعدة الأولى الأولى واحد على إكس ولا القاعدة الثانية هذا مش واحد على خطي أجا طالب قال بدي أجرب القاعدة الثالثة عندي اقتران على اقتران يسيدي جربها الشرط مشتقة المقام المقام إكس مشتقته واحد ما في علاقة ما عطنيش البسط معناته تعالوا ندور على مخرج إيش المخرج؟ المخرج تأسيس المقام حد واحد توزيع بسط على مقام يلا وزع بسط على مقام اثنين إكس قوة خمسة على إكس ناقص أربعة على إكس دي إكس تمام اثنين إكس قوة خمسة تقسيم إكس اثنين إكس قوة أربعة أوع طالب يستفزني ويقول لي جهزها ارفع إكس لفوق إنه ساعة من دردش يلا هاي بتركها أربعة على إكس وبطبق عليها القاعدة الأولى وها يساوي تكامل إكس قوة أربعة إكس قوة خمسة على خمسة زيد وقسم ما تكامل أربعة على إكس الأربعة بتطلع برة بيظل واحد على إكس لن الإكس قيمة مطلقة زائد الس تمام أستاذي؟ تمام كيف الوضع؟ الوضع لوز يلا مسألة رقم أربعة خمسة على ثلاثة إكس زائد اثنين هذه القاعدة الثانية عدد على خطي طب القاعدة الثانية بتقول واحد على خطي هذه خمسة على خطي بسيطة خمسة نعم اطلعي برة شكرا إلك الله إنك محترمة شو بيظل؟ بيظل يا مصطفى واحد على ثلاثة إكس زائد اثنين دي إكس يسألة يلا نطبق قاعدة اثنين واحد على خطي معامل إكس ثلاث مقلوب ثلث خمسة ضرب ثلث يرتبها خمسة على ثلاث للمطلق المقام ثلاثة إكس زائد اثنين قيمة مطلقة زائد السي انتهت المسألة الرابعة مسألة خمسة تكامل دي إكس على خمسة ناقص إكس على ثلاث يكون بعلمكم بجوز عشانها مش مرتبة انتم متعودين دي إكس تكون هون دوت دي إكس على فكرة هاي نفسها واحد على خمسة ناقص إكس على ثلاث دوت دي إكس على فكرة هاي نفس هاي بس هما بدل ما يحطوا لك دي إكس هون حطين لك يا محل الواحد واحد في دي إكس دي إكس طيب هيني رتبت لك إياها معناته على قاعدة اثنين واحد على خطي يلا القاعدة مقلوب معامل إكس في لن المقام مقلوب معامل إكس ضرب لن المقام معامل إكس سالب ثلث طلع ناقص واحد على ثلاثة معامل إكس أنا ما بدي معامل إكس بدي مقلوبه الناقص ثلث إقلبها سالب ثلاثة في لن المقام مطلق خمسة ناقص إكس على ثلاثة زائد الس يعني عليك مسألة رقم ستة تكامل اثنين على إكس ناقص اثنين قوة إكس بنحاول نشبك مع اللي خدناه سابقا تكامل الاثنين على إكس على حصة اليوم الاثنين بيطلع برا واحد على إكس تكامله لن مطلق الإكس ناقص اثنين قوة إكس اقتران أسي الحصة السابقة نفس اثنين قوة إكس وقسم اقسم على معامل إكس معامل إكس واحد ما بيأثر في لن الأساس لن الأساس مين الأساس؟ اثنين لأنه هذا السي غير طبيعي لازم نقسم على من الأساس زائد ياش زائد السي كيف الوضع أستاذي؟ مية المية؟ مية المية حد عنده أي سؤال؟ اسألوني لا فيش؟ يلا إيه اللي بعده؟ الآن لاحظتوا أول ست أمثلة طبقنا القاعدة الأولى والقاعدة الثانية الأولى واحد على إكس والثانية واحد على خطي طيب تعالوا نشوف قاعدة رقم ثلاثة اقتران عقتران نختبر الشرط إذا الشرط تحقق مشتقت المقام ساوت البصد فالتكامل جوابه لن المقام وإذا لم يتحقق الشرط فلا يحل على قاعدة ثلاث بدك تدور على مخرج ومعنا دروس لقدامه طيب مسألة رقم واحد تفضل اشتق المقام اشتق اللي تحت اكستربيع ناقص واحد مشتقتها ثنين اكس مشتقت المقام عبارة عن ثنين اكس هل ساوت البصد؟ نعم البصد ثنين اكس تحقق الشرط ما دام الشرط تحقق النتيجة التكامل جوابه لن مطلق المقام الجواب لن اللي تحت مش اللي فوق ديروا بالكوا تخربطو المقام اكستربيع ناقص واحد زائد سي تمام بالله يروحوا على الفصل الاول واشتقوا لي الجواب اللي يطلع معاكم شو مشتقت لن الاكستربيع ناقص واحد مشتقت ما داخل اللن اثنين اكس على ما داخل اللن هايو رجع اثنين اكس على اكستربيع ناقص واحد والله لا نكيف حلو الكلام مسألة رقم اثنين ما يغرك المنظر وروح اشتق المقام يلا على الفصل الاول تعال نختبر الشرط واشتقت المقام تساوي مشتقت اي قوة اكس اي قوة اكس اللي بعده ما مشتقت اي قوة سالب اكس نشتق القس ونضرب بالاختران نفسه ما مشتقت القس سالب واحد بالاختران نفسه اي قوة سالب اكس هاي مشتقت المقام على الفصل الاول طب قارن لي اياها اعطت البسط ولا لا نعم ساوت البسط معناته الشرط تتحقق جواب التكامل لن القيمة المطلقة للمقام ايش المقام اي قوة اكس زائد اي قوة سالب الاكس زائد سي تمام التمام نشوف مسألة رقم ثلاثة تكامل اي قوة اكس على اي قوة اكس زائد سبعة مش طالبة تقولي وزع مقام عبسط هبا لي يسحبك احنا بنوزع برياضيات بسط عمقام مش مقام على بسط بدنا نعطيتكم مفتاح عندما يكون المقام حدا واحدا مين الحدا واحدا البسط اوكي تعالوا نشتق المقام مشتقت اي قوة اكس اي قوة اكس مشتقت السبعة صفر نعم مشتقت المقام ساوت البسط تحقق الشرط اذا لن القيمة المطلقة للمقام اي قوة اكس زائد سبعة زائد سي تمام حلو هاي الامثل اللي اخدناها كليات تكامل غير محدود تعالوا ناخد محدود تكامل من صفر الى واحد ستة اكس على ثلاثة اكس تربيع ماقص اثنين اشتقوا لي المقام ثلاثة اكس تربيع مشتقتها ستة اكس هاي طبعا الاثنين ثابت صفر تحقق الشرط مشتقت المقام ساوت البسط اذا جواب التكامل لن القيمة المطلقة للمقام ثلاثة اكس تربيع ناقص اثنين محدود من صفر لواحد ما في زائد سي محدود التكامل ويلا نعوض حدود التكامل تعويض الواحد بدل مين اكس يلا عوضولي اكس بواحد عندما اكس واحد واحد تربيع واحد ثلاثة بواحد ثلاثة ثلاثة ناقص اثنين واحد الواحد طالب طالب ما استخدم رمز المطلق بطلع معاه لن لعدد سالب وهذا غلط غير معرف اذا ضروري رمز المطلق بنعرف من الفصل الاول ان لن الواحد صفر لن الواحد حافظينها صفر ناقص لن لاثنين معناته الجواب سالب لن لاثنين الجواب سالب لن لاثنين تمام انتهى السؤال طب لو اهن بدنكوش مخاتي عليكو ها يا استاذ شو عندك ماشي نفترض هذا السؤال وضع دائرة هذا السؤال الرابع نفترض انه وضع دائرة ودورنا بالخيارات A B C D وما القناش هذا الجواب انت طلع معاك الجواب السالب لن لاثنين تعرف شو بتلقى بداله تعرف يا استاذ انه سالب لن لاثنين هو نفسه لن الناص استاذ بتحكي عن جد طبعا قوانين اللوجاريتم لاخدناها بالفصل الاول والفصل الاول قلتلك القوة بتطلع برا والبرا بيرجع قوة العدد اللي مضروب باللن ها شو ما تكون هذا العدد كيف تخلص منه معامل اللن يعني العدد اللي مضروب باللن عشان تخلص منه برفع و بصير قس بصير قوة يعني هذا يصبح لن اثنين قوة سالب واحد اعطيك افعل مقام اثنين قوة سالب واحد لما ينزل على المقام بصير واحد على اثنين هيها لن النص فلو كان السؤال ضع دائرة وما لقيتش هذا الجواب سالب لن لاثنين تلقى بداله لن النص هذا مادي بفصل اول ثلاث لن لاثنين ما لقيناش هذا بالخيرات مثلا شو بتلقى بداله تلقى بداله لن الثمانية ثلاثة لن لاثنين هي نفسها لن الثمانية كيف صارت رفعنا الثلاث معامل اللن برفعه بصير قوة اثنين قوة ثلاثة ثمانية لن الثمانية تمام يا استاذ طيب نيجي على السؤال اللي بعده والآن سحصحه معاي شوية فيه افكار جديدة تكامل ستة اكس على اكس تربيع زائد التسعة تعالوا نختبر الشرط ما مشتقت المقام المقام اكس تربيع زائد تسعة مشتقته اثنين اكس هل ساوى البسط البعض بيقول لي لا البسط ستة اكس ومشتقت المقام اثنين اكس كلامك صحيح ولكن افتح ذانك بدي اقول لك حاجة ممكن الشرط غير متحقق ولكن يمكن تحقيقه قابل للتزبيط هلا منزبطه ومنخلي الشرط يتحقق كيف يا استاذ انعلمك مشتقت المقام طلعت اثنين اكس اذا حطيت براسي هدف بدي اخلي البسط يصير اثنين اكس طب انا عندي ستة اكس وبيدي اياه يصير اثنين اكس ايش اتصرف ايش الخطوة الرياضية اللي ممكن اعملها بروح بحلل الستة اه طلع شو بعمل ستة اكس بحللها الى ثلاثة ايوه ضرب اثنين اكس على اكس تربيع زائد تسعة دي اكس حللنا الستة الى ثلاثة ضرب اثنين انت بحاجة مين انا بحاجة اثنين اكس ممتاز لزيادة طلحها بر التكامل العدد ثلاث انا مش بحاجته يا ثلاث اطلعي بر التكامل اي عدد ثابت يمكن اخراجه بر التكامل اطلعي يا ثلاث شو بتصير بتصير تكامل اثنين اكس على اكس تربيع زائد تسعة دي اكس تفضل الشرط تحقق ولما تحقق اتحقق مشتقت المقام اثنين اكس وهي ساوت البسط اثنين اكس اذا بوصل لك ميسج ممكن الشرط يكون غير متحقق ولكن يمكن اني اقدر اخليه يتحقق قابل للتصبيط بقدر اضبطه طب استاذ دايما اي سؤال قابل للتصبيط طبعا اكيد لا اوكي الان الثلاثة اللي بر التكامل بتنزلها يا استاذي الثلاثة اللي بر التكامل بتنزلها هاي الثلاثة نزلت هذا التكامل شو جوابه جوابه النتيجة لن المقام اكستربيع زائد تسعة تعليق طالب بيقول لي هون طالب شاطر طالب شاطر حمده حمده بتقول بديش استخدم قيمة مطلقة بديش خلاص هيقوس بدل القيمة المطلقة زائد سي صح مش غلط ليش احنا شو هدفنا من رمز القيمة المطلقة نحميه علشان اللي جوا اللن يكون موجب حمده بتقول اللي داخل اللن اكيد اكيد موجب اقولها ليش قالت الاكس عليها تربيع ما دام الاكس عليها تربيع فهي موجبة اجمع لها تسعة رح تضلها موجبة يا مستحيل اللي جوا اللن يطلع سالب اكس تربيع زائد تسعة مقدار موجب دايما فلا داعي للمطلق في طلاب اذا يقول اقول لك انا هذا الحاكي ما بخطور بالي طب خلاص تزعلوش خلاص حد قيمة مطلقة بس حبيت انورك لو ما استخدمنا قيمة مطلقة عادي اذا ما تبسمح لك ما تستخدمش قيمة مطلقة اذا كان اللي جوا اللن معروف انه موجب ما دامه موجب لا داعي للقيمة المطلقة وصلت يا استاذ طيب تعالوا نشوف مسألة رقم ستة واللي نايم يصحصح معايا كويس تكامل اثنين اكس زائد ثلاثة على ثلاثة اكس تربيع زائد تسعة اكس ناقص واحد تعالوا نكتب الشرط مشتقة المقام يلا اشتقوا لي المقام ساعدوني ثلاثة مش تشتقوا لي فوق اشتقوا لي تحت ثلاثة اكس تربيع مشتقتها ستة اكس زائد تسعة اكس مشتقتها تسعة والناقص واحد ثابت صفر هل ساوى البسط بدك دقول لي لا لان البسط اثنين اكس زائد ثلاث طب ماشي فيه الو علاقة بالبسط ولا ملوش ايه له قابل للتزبيط بنقدر الان نزبط البسط ونخليه ستة اكس زائد تسعة كيف يا استاذ لعبة ثوابت هل نبدأ علمك كيف تلعب بالثوابت بس خلي دايما براسك هدف الهدف اللي براسي هذا البسط اثنين اكس زائد ثلاثة بدي اخليه يصير ستة اكس زائد تسعة شو ممكن اعمل اضرب البسط بثلاث نعم اضرب البسط بثلاث اذا ضربنا البسط بثلاث شو بصير نضرب البسط بثلاث ونترك المقام التوازن بالرياضيات مكتوب عندك اي على بي طالب يقول لي جاي عبالي يا استاذ جاي عبالي اضرب البسط بثلاث ما اقول له ما عندي مشكلة بس بالمقابل بدك تضرب المقام بثلاث ضربت بثلاث بدك تقسم على ثلاث مشان يروحوا مع بعض حافظنا على التوازن بتروح الثلاث مع الثلاث هترجع اي على بي اما يطلع لي طالب استاذ بقوله نعم جاي عبالي اضرب البسط بثلاث يا سلام انت لعبت بالسؤال انت غيرت السؤال بقى الكسر اي على بي اصبح ثلاثة اي على بي اتغير الكسر اختلف الكسر ما بطلع لك التوازن بالرياضيات والله جاي عبالي اضرب البسط بعشرة اضرب البسط بعشرة بدك تضرب المقام كمان بعشرة مشان عشرة على عشرة يروحوا مع بعض واحد هذا هو استاذي التوازن الان انا جاي على بالي اضرب البسط بثلاث ليش عشان يتحقق الشرط اذا البسط انضرب بثلاثة بصير ستة اكس زائد تسعة يلا اتفرجوا لي استاذ هون بصير يساوي تكامل اثنين اكس زائد ثلاثة على ثلاثة اكس تربيع زائد تسعة اكس ناقص واحد تعال روح لي على البسط هذا البسط بدي جاي عبالي اضربه بثلاث اقسم على ثلاث ضربت البسط بثلاث بدك تضرب المقام بثلاث والثلاثة تبعت المقام طلحها بر التكامل يعني ثلث ايوه اطلالي على اللون الاحمر بتروح الثلاث مع الثلاث ثلث مع ثلاث بتروح وكأن شيئا لم يكن بيروح الاحمر مع الاحمر برجع الاسود على الاسود برجع السؤال زي ما كان حلو اذا لعبة ثوابة ضربنا البسط بثابت منقسم على ثابت وهيك اتحقق الشرط اعيد لك كتابة أستاذي هاي ثلث بنزلها تكامل فوتي يا ثلاث على القوس يلا ستة اكس زائد ثلاث بثلاث تسعة على ثلاث اكس تربيع زائد تسعة اكس ناقص واحد ويك اتحقق الشرط اصبحت مشتقة المقام تساوي البسط اذا ممكن اعطيك سؤال مشتقة المقام ما بتساوي البسط ولكن قابل للتزبيط كيف العب بالثوابت ضربت البسط بثابت قسم على ثابت حافظ على التوازن الآن الثلث بنزل هذا اللي برى التكامل بنزله هذا التكامل شو جوابه لن المقام لن مطلق ثلاث اكس تربيع زائد تسعة اكس ماقص واحد زائد السي ثلث لن المقام انتهى السؤال بس بدي احذركم من شغلي خطيرة جدا جدا الا وهي انا بقدر العب بالثوابت متغيرات لا شو قصدك استاذ قصدي تابعوا علي مش ايش بتزبط يا جماعة مكتوب ثلاث اكس مثلا على اكس تكعيب ناقص ثمانية دي اكس ماشي تعالوا نختبر الشرط ما مشتقت المقام شتق المقام ثلاثة اكس تربيع حلو اجا طالب شو بيقول لي استاذ باقوله نعم قال ازبط لك اياه باقوله كيف عاد بزبطش قال مشتقت المقام ثلاثة اكس تربيع مكتوب بالبسط ثلاثة اكس بدي اضرب البسط باقوله والمقام باقوله لا يجوز انا بلعب بالثوابت اذا المشكلة بالمتغير لا يجوز ما بزبطش ما بنحلش طب ليش لانه ما بصير الاكس تطلع برا التكامل مين اللي بسمح لك تطلع برا التكامل العدد الثابت الارقام هلا انت لما تضرب يا استاذي البسط باكس ماشي تكرم عينك والمقام ضربنا باكس ماشي اللي فوق صارت ثلاثة اكس تربيع هذي ما بصير تطلع خارج التكامل مين اللي يمكن اخراجه برا التكامل الثوابت مش متغيرات اه طبع ليش بنحل لسه ما علمتك بناخده فيه دروس قادمة فانا بقدر العب لعبة ثوابت متغيرات ما بزبط طبع بالتالي ما بنحل على اللوجاريتم ووصلت يا استاذ ماشي تعالي نشوف الان سؤال ثاني استاذي تعال مسألة رقم سبعة سؤال خارجي تكامل سبعة اكس تربيع على خمسة ناقص اكس تكعيب اعطيني بس امتى مشتقة المقام الخمسة صفر ناقص اكس تكعيب مشتقتها ناقص ثلاثة اكس تربيع شوف مادام اكس تربيع موجودة بالبسط بقدر ازبط لك اياه وحله على اللوجاريتم ليش سواليه في ثوابت انا بقدر علعب بالثوابت اولا هل العدد سبعة بحاجة له لا اصلا وجود عامل ازعاج انذا يقني اطلع يا سبعة لبرة ثابت السبعة عدد ثابت طلعلي سبعة برة تكامل شو بيظل اكس تربيع على خمسة ناقص اكس تكعيب طلعت السبعة برة انا بدي البسط ناقص ثلاثة اكس تربيع معناته عنا اكس تربيع شو ناقصني السالب ثلاث يلا بضرب البسط بسالب ثلاث وبقسم على السالب ثلاث اضرب واقسم توازن اوع اضرب بدون ما تقسم وياك اتحقق الشرط يا جماعة هيا صارت مشتقة المقام بتساوي البسط يلا طبق القاعدة السبعة على السالب ثلاث بنزلها او السالب سبعة ثلاث يلا هذا التكامل شو جوابه حسب القاعدة لن المقام مطلق خمسة ناقص سكس تكعيب زائد سي ذهب فانا بقدر اتحكم بالثوابت مسألة رقم ثمانية كمان سؤال خارجي روح اشتق المقام مشتقة اي قوة اثنين اكس نشتق القوة اثنين ونضرب بالاقتران نفسه فصل اول نشتق القس ونضرب بالاقتران نفسه الستة اكس ستة والناقص واحد صفر ثابت الو علاقة بالبسط اكيد اه في ايش اضرب البسط عشان يصير اثنين اي قوة اثنين اكس زائد ستة اضرب البسط بثنين بتصير ستة زائد اثنين اي قوة اثنين اكس هيها الجميع تبديلي يلا روح اضرب لي يا أستاذ البسط بثنين ايوه ثلاثة زائد اي قوة اثنين اكس على اي قوة اثنين اكس قاعد بنسخ بالسؤال انا لسه ما ضربت اروح لي على البسط تمام واضرب لي بثنين عشان الشرط يتحقق بالمقابل قسم على ثنين شوف ضربنا البسط بثنين قسمنا على ثنين يلا النص بنزله وزع الاثنين عالقوس بصير ستة زائد اثنين اي قوة اثنين اكس على اي قوة اثنين اكس زائد ستة اكس ناقص واحد دي اكس النص اللي برا التكامل بنزل هذا التكامل ما دام الشرط تتحقق لن المقام مطلق اي قوة اثنين اكس زائد ستة اكس ناقص واحد قيمة مطلقة زائد السي يا السلام وأتوقع إني أعطيته حقه وزياده حلو والآن بدي منكو شغله النايم يصحصح فيه إشي جديد سؤالين خارجيات انتبه عليهم فيه إشي غريب بالدعاء المكية أكيد أكيد ما رح يخطروا بالك اللي بدعمله الآن طب أستاذ شو استفدنا استفدنا أنه هذا الإشي أنا أبدأ علمك يا إعيارني علمتك يا وهذه الفكرة تكررت معاك المفروض أنك تحله يا أستاذ أيها ما في حدا خلق متعلم أنت الآن جاي تتعلم تكامل ثلاثة على X قوة 4 ناقص 2XDX هذه مش واحد على X هذا مش واحد على خطي قاعدة 2 وقاعدة ثلاثة الشرط ما بتحقق اشتق المقام 4X تكعيب ناقص 2 ما لهوش دخل في البسط ما زي بطلع على القاعدة الأولى ولا على الثانية ولا على الثالثة الإشي الغريب اللي بدعمله اطلع لي على المقام X قوة 4 وعندك X ما في حد مطلق بدي أسحب عامل مشترك أنت متعلم صار عمرك 17-18 سنة أنه العامل المشترك هو الأس الأصغر يعني لما نقول للطالب خد عامل مشترك الكل رح يقول لك خد الأكس عامل مشترك الآن العكس بدفاجأك الأس الأكبر خذ لي يا عامل مشترك نعم اللي سمعته رح نسحب عامل مشترك مش X X قوة 4 الأس الأكبر اسحب لي يا عامل مشترك شوف شو بصير معنا بصير معنا كالتالي خلينا نشوف تكامل ثلاثة على الأس الأكبر عامل مشترك افتح قوس لما نسحب عامل مشترك يا أستاذ هذه الحدود اللي هون تقسم على العامل المشترك يلا كل حد قسمه على العامل المشترك X قوة 4 تقسيم X قوة 4 1 ناقص 2X تقسيم X قوة 4 إذا بتذايق اطلع برحيها 2X تقسيم X قوة 4 الأسس بالقسمة تطرح 1 ناقص 4 فيها ناقص 3 إذن 2X تقسيم X قوة 4 فيها 2X قوة سالب 3 أيوة مين اللي خدنا عامل مشترك الأس الأكبر وهذه الحدود انقسمت على العامل المشترك ما الإشارة بين X قوة 4 والقوس ضرب لما تكون العملية ضرب بسمح لك تعمل هاي الخطوة ارفع X قوة 4 على البسط انتبهوا لو كانت الإشارة بين X قوة 4 والقوس جمع طرح لا يجوز رفع X قوة 4 على البسط إذا العملية ضرب بسمح لك ترفحها إيش بتصير بتصير تكامل خليكم ركزين حتى المصور مركز معي بدي يشوف شو قصة هذا السؤال بصير 3X قوة سالب 4 رفعناها لفوق بنعكس إشارة الأس على 1-2X قوة سالب 3 ابدي X ولا ولا لنكيف ولا ولا لنكيف ولا ولا لنكيف ليش تعال روح اشتق المقام صار في علاقة اشتقاق مشتقة المقام روح على الفصل الأول مشتقة الواحد صفر نزل القوة ناقص 3 ناقص 2 في ناقص 3 موجب 6 اطرح 1 بالاشتقاق اطرح ناقص 3 ناقص 1 ناقص 4 الله إله علاقة بالبصد آه إله X قوة سالب 4 X قوة سالب 4 طب أنا بدي إياها 6 شو مكتوب هون 3 طب عادي ضربها ب2 ضربها ب2 عشان تصير 6 ضربنا البصد ب2 بالمقابل بنقسم على 2 توازن شو صار البصد 6 X قوة سالب 4 خلاص دون منسق خطوة معناته الشرط تحقق اللي برد تكامل نص بنزله لن المقام مطلق 1 ماقص 2 X قوة سالب 3 زائد C انحل ولا ما انحل انحل ليش الفكرة تعيته اخراج أعلى قوة عامل مشترك شوفوا علي بدك تقول لي بخطر شبالي طب أنا بعرف أنه بخطر شبالك من يبدأ علمك ما حدا خلق متعلم بس أنت كطالب ذكي وشاطر الفكرة الآن بترسخي بذهنك إذا عندي بالمقام X عندي X2 في المقام بجرب هاي الطريقة بس أعد فكره أن هاي الطريقة تصلح لأي سؤال لا يا عمي اعمل عليها تستفحصها خذ أعلى قوة عامل مشترك هاي الخطوة الأولى خطوة اتنين ارفحها للبسط إذا وجدت في علاقة بين مشتقة المقام والبسط تمام انحل على اللوغاريتم وإذا ملقيتش علاقة انسحب دك الدور عمخرج ثاني معناته ما نجحت هاي الطريقة يعني أستاذ بفهم من كلامك مش أي سؤال بنحل عليها لا مش أي سؤال لا يعني إذا في عامل مشترك يلا نأخذ القوة الكبيرة عامل مشترك ما بتزبط على أي سؤال افحصها اسحب على قوة عامل مشترك طلحها على البسط فوق واختبر الشرط ممكن تنجح ممكن لا هلا اللي منكو أخذ الـ X عامل مشترك الطالب اللي قال أنا بدي الـ X عامل مشترك عالفاضي بظال ما في علاقة X تكعيب ناقص 2 أفرجيك اللي أخذ الوضع الطبيعي X عامل مشترك طلع لي X لفوق ثلاثة X قوة سالب 1 على X تكعيب ناقص 2 ولا شيء لا منظر ولا محضر مشتقة المقام ما بتساوي البسط ولا إلها دخل ما استفدنا آه من اللي وصلني للحل القوة الأكبر عامل مشترك تعال 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 أنا بدي أدعمك بسؤال ثاني يا سلام والله لنكيف تعال تعال أعطيك سؤال ثاني ده أعطيك سؤال ثاني تكامل X تربيع على X قوة 6 زائد X تكعيب تعال نجربها تعال تعال بتشو خسران كلهن خطوتين دقيقة مين أسحب عامل مشترك الأس الأكبر مين الأس الأكبر X قوة 6 قوس اقسم X قوة 6 على X قوة 6 واحد X تكعيب على X قوة 6 X قوة سالب 3 الأسس بالقسمة تطرح تمام ارفع لي هاي لفوق أبا أقول لك بلاش X تربيع على X قوة 6 الأسس بالقسمة تطرح 2 ناقص 6 فيها X قوة سالب 4 وزعلان منرضي خلاص طلح حلفه وقد زعلت X تربيع بX قوة سالب 6 اجمع الأسس هي سالب 4 على 1 زائد X قوة سالب 3 DX ولا لا نكير يلا اشتقوا لي المقام ايش مشتقت المقام الواحد صفر نزل القوة سالب 3 اطرح 1 سالب 4 الله X قوة سالب 4 هاي X قوة سالب 4 ايوه تعال نلعب بالثوابت ايش اعمل استاذ اضرب البسط بسالب 3 وبره قسم على سالب 3 100% يلا اللي بره التكامل بنزل جواب التكامل لن المقام مطلق 1 زائد X هو سالب 3 زائد C هيني علمتك فكرة جديدة اخراج أعلى قوة عامل مشترك هلأ اي سؤال بزبط عليها بقلتلك لا تمام تمام الآن بدي أعطيك سؤال مكتوب عليه ايه تحدي يا جماعة بالله عليكم لا تزعلوا مني مش انا اللي بتحدى فيكم انتو الطلاب توجيه لاننا نعطيك دكتوراه ولا ماجستير لما بكتب تحدي مش من الاستاذ انا ما بتحدىك التحدي من الكتاب هو كاتب لك تحدي طيب نسألك السؤال لما بيقول لك تحدي وبنجي بحلل لك يا علوح وبفهمك يا كثير طلاب بزنقني بسؤال ما له جواب استاذ بخطرش ببالي يا اخي الكريم لو بخطر ببالك كان الوزارة ما قالت لك بتحدى كده بتحله يعني خليك منطقي وهو بيقول لك تحدي بتحدىك فكثير طلاب بيقول لي ما بخطر ببالي هاي اسئلة مهارات تفكير عليا اسئلة تحدي معدودين على الاصابع اللي بيحلوها تمام تمام بس شو مطلوب منك مطلوب مني افهم طريقة الحل لا تخافوا الوزارة ما رح تجيب لكو تحديات من برا بيجيب لك من ضمن المنهاج مطلوب مني افهم الحل بقول لك تكامل واحد على اكس لن الاكس تكعيب تكامل واحد على اكس في لن الاكس تكعيب والله انا اول شغلي فكرت فيها هذه لن الاكس تكعيب مش بنقدر نكتبها عن طريق قوانين اللن الثلاثة بتطلع لبرا اللي هي القوة بتصير ثلاثة لن الاكس او والله يا استاذ يلا هذه الثلاثة طلع ليها بالله لبرا شو بتصير تصير هيك تساوي تكامل واحد على هذه الثلاثة طلحها برا ثلاثة اكس لن الاكس دي اكس بس هذا بداية ريحتك بدل ما هي لن الاكس تكعيب مخوفك فيها القوة الثلاثة بتطلع لبرا وعندي اختراح ثاني شو رايكوا هاي الثلاثة نخلحها شلوت وين برا التكامل ما هو الثلاثة منقدر نطلعه برا التكامل بس بتطلع برا التكامل ثلاث ولا ثلث ثلث لانها بالمقام ما بصير تطلع ثلاث العدد الثابت بالمقام ثلاثة بتصير ثلث شو بيظل واحد على اكس في لن الاكس دي اكس لغاية الان ما بلشناش ريحتك من الثلاثة طيب شوفوا الان اجا طالب طالب وليا حمده 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 صاحبة الستاذ مين حمده قالت استاذ قلت لها نعم طريق التفكيرها غريبة يا جماعة الخير قال ليش انا بحب حمده نداري ليش تعلوا جاي قالت اكس هاي العملية ضرب ارفع اكس للبسط وانت قلت لي بسمحلك ترفعيها اذا كانت العملية ضرب قلت لها شو بتستفيدي قالت استنى اذا بقول لك شو بيستفيد انت بس ترفع اكس لفوق بتصير اكس قوة سالب واحد لما نرفع الاكس لفوق بتصير اكس قوة سالب واحد كل هنه المسح المعدة اللي بدي اياها طب كويس يلا ايوة هاي اكس قوة سالب واحد على لن الاكس ايوة الحركة حمده رفعت اكس للبسط فصارت اكس قوة سالب واحد طيب يا حمده وبعديا قالت استنى لفرجيك الفن شو قالت بتصير الاكس قوة سالب واحد هي واحد على اكس خلعتها كف على هاي الكسر لطويل لن الاكس طيب يا حمده وبعدين قالت ولا شي والله لنكيف يا استاذ بقول هالياش قالت انت مش منتبه بتقوله شو فيه قالت هاي الكسر اللي طويل هذا بيمثل بسط اللي طيب وهذا اللي تحت يا أستاذ بيمثل مقام وهذا طيب شي يعني قالت ما بعد breatح مش مينتبه قالت اشتك المقام لن الاكس مشتقته واحد على اكس الله هو أكبر سوا البسط مشتقت المقام gratitude لن الاكس مشتقته واحد على اكس إذن علي قاعدة ثلاث لن المقام من المقام لن الاكس لن لن زائد سين الله أكبر ولله الحمد أحلى تحية لحمده إذن رفعت اكس صارت اكس قوة سالب واحد عملتها واحد على اكس صارت المسألة واحد على اكس تقسيم لن الاكس مشتقة المقام تساوي البسط لن الاكس مشتقة واحد على اكس معناته لن 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 المقام طريقة أخرى زي ما تغطرش بالنا يا عمي هون إذا بدكو طريقة ثانية هون 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 ها تكون مش طريقة حمده بلاش تعالوا جاي ها اقسم لي البسط والمقام على X نعم اقسم البسط والمقام على X طلعوا ثلث تكامل واحد واحد على X قسمت البسط على X والمقام كمان قسمت المقام على إيش على X هاي على X في لين X في DX توازن مكتوب A على B حر أنا قسمت الأي على X والB قسمت على X عادي بتروح الأيكس مع الأيكس رجعت A على B قسمت البسط والمقام على X طيب شو بتصير بتصير معاي ثلث تكامل واحد على X خليها هون X هاي مع X هاي بتروح لنن X هاي هاي المقام وهي البسط واشتقت المقام واحد على X ساوت البسط إذن ثلث لن المقام لن لن الله أكبر تمام تمام خليكم معنا يلا تعالوا نشوف هذا المثال إذا كان تكامل من صفر إلى ثلاث A اثنين X ناقص واحد على X DX بساوي لن لطماش طبعا هذه من A قلينا عدلها تكامل من A من A لثلاث A اثنين X ناقص واحد على X DX كم جواب هذا التكامل جوابه لن لطماش معطيك جواب التكامل أجد قيمة الثابت A بده قيمة العدد A حيث A موجبة أكبر من الصفر تمام حكيت أنا في خصص سابقة لما السؤال بيعطيك جواب التكامل شو نعمل أستادي من كامله عادي بروح بكامله وبعوض حدود التكامل إذن بكامل معوض حدود التكامل الجواب اللي بطلع معي بساويب للنطماش بتكون معادلة بحلها وبطلع قيمة العدد إذن المرحلة الأولى تعالوا كامل يلا تكامل من A لثلاث A لمين لاثنين X ناقص واحد على X DX طيب مشتقت المقام واحد هل أعطت البسط لا إذن ما تحقق الشرط تعالوا ندور على مخرج ياشي المخرج توزيع البسط على المقام لأن المقام حد واحد من A لثلاثة A وزعوا لي بسط على مقام ثنين X على X ناقص واحد على X DX توزيع بسط على مقام ويساوي تكامل من A لثلاثة A ثنين X على X فيها ثنين ناقص واحد على X وهيك انتهت المشكلة ما تكامل لثنين اثنين X تكامل الواحد على X لم مطلق X على القاعدة الأولى لا تنسوا إنه محدود من A إلى ثلاثة A والآن تعويض حدود التكامل تعويض ثلاثة A ناقص تعويض الآية يلا تعالوا نعوض ثلاثة A التعويض بدل مين بدل الإكسات مكان كل X عوض ثلاثة A يلا اثنين بثلاثة A ستة A ناقص لن مكان الإكس ثلاثة A ولا داعي للمطلق لماذا لأن A موجبة بما أن A موجبة إذن لا داعي للمطلق علمتك تحافظ على أقواس هذا بالنسبة لتعويض الحد الأعلى انظر بين قوسين حلو ناقص تعويض الحد السفلي كمان بين أقواس يلا تعويض الآية اثنين في A اثنين A ناقص لن الآية ولا داعي للمطلق حلو الكلام فك القوس أستاذي ستة A ناقص لن ثلاثة A ناقص اثنين A زائد لن ال ا فوتنا السالب على القوس حدود متشابهة ستة A مع سالب اثنين A ستة ناقص اثنين اربعة A شو بيظل رتب زائد لن ال A ناقص لن ثلاثة A يا سلام هل هذا المقدار بنقدر نبسطه أكثر من هيك الإجابة نعم قوانين اللوغاريتم لاخدناها بالفصل الأول وعطيتكو ثلاث قوانين وغنيتلكو إياهم القوة بتطلع برة ولبرة بيرجع قوة والضري بيوزع على الجمع والجمع بيرجع لضرب والقسمة توزع على الطرح والطرح بيرجع لقسمة ستذكرني أذكرك لن ال A ضرب B بساوي لن ال A زائد لن ال B توزيع الضرب على الجمع بس بدياك تتعلم الرجعة الجمع برجع أصله لضرب لن ال A زائد لن ال B رجع لأصله لن A ضرب B والقسمة توزع على الطرح لن ناقص لن أي لن ناقص لن شو بيرجع أصله لقسمة بدل ثنتين لن بتصير وحدة لن يلا شو بتصير هاي أستاذ بتصير توزع أربعة A أيوة زائد لن A تقسيم ثلاثة A A تقسيم ثلاثة A هذا هذا الطرح رجعنا لقسمه قسمة A ع ثلاثة A بتروح ال A مع ال A شو بيظل ثلث أربعة A زائد لن الثلث خلينا اكتبها هون شو طلعت أربعة A زائد لن الثلث هذا هو جواب التكامل الآن تركته هيك صح بتحب كمان أعملك خطوة بس ما بجبرك عليها هذه عبارة عن ناقص لن الثلاث أستاذ كيف صارت هيك الثلث هو عبارة عن ثلاثة والسالب واحد والسالب واحد بطلع لبرة ناقص لن الثلاثة حلو ثلاث قوة سالب واحد طلعت برة ناقص لن الثلاثة تمام هذا في أبسط صورة طب هذا المقدار اللي يطلع معاك ارجع للسؤال جواب التكامل شو بساوي جواب التكامل يا أستاذ بساوي لن لطناش هاي إذن الجواب اللي يطلع معاك بتساوي لن لطناش اتكونت معادلة الهدف انطلع قيمة الثابت ايه ودي اللن لعند اللن انقل اللن لعند اللن ايش بيظل أربعة ايه تساوي اعكس لي شعره سالب بصير موجب لن الثلاثة زائد لن لطناش تمام قوانين اللن الجمع برجع لضرب بدل لنين بصير لن واحد إذن اربعة ايه تساوي لن اضرب ثلاثة ضرب اطناش ستة وثلاثين قوانين اللن طب أنا بدي قيمة العدد ايه قسم المعادلة على اربعة معناته ايه لن الستة وثلاثين على اربعة وهو المطلوب تمام تمام هذا المثال شو علمك علمني اراجع حساباتي بقوانين اللن قوانين اللن مهمة سواء فصل اول او فصل تاني طارح برجع لقسمة جمع برجع لضرب بدل لنين بصير لن واحد ساد دعمنا بسؤال ثاني تعال اثبت ان تكامل من صفر لا ايه لا اكس على اكس تربيع زائد ايه تربيع دي اكس يساوي لن جذر الاثنين حيث الا لا تساوي صفر هلا هذا بدنا نكامله بس لما بتكامله لا تقول لي بساوي لن جذر الاثنين لا بختلف عن المثال السابق هذا المثال يقول اثبت ان التكامل يساوي اثبت هذاك اقول لك طلع قيمة ايه اه انا هنا مش طالب قيمة ايه افهم السؤال معناته بنكامله وبنعوض لحدود الجواب لازم يطلع لن جذر الاثنين تعالي نكامل من صفر الى ايه اكس على اكس تربيع زائد ايه تربيع دي اكس مشطقة المقام اكس تربيع مشطقتها اثنين اكس الايه تربيع صفر لانه ثابت اذا مشطقة المقام اعطتني اثنين اكس العب بالثوابت بضرب البسط باثنين وبقسم على اثنين تحقق الشرط مادام الشرط تحقق طبق القاعدة لن المقام النص اللي برا بينزل لن المقام المقام اكس تربيع زائد ايه تربيع ولا داعي للمطلق عليه تربيع موجب دايما تمام محدود يا استاذي من صفر لا ايه يلا عوض مكان ال اكس باي نص لن عوض اكس باي ايه تربيع زائد ايه تربيع اثنين ايه تربيع ناقص تعويض الصفر عوض اكس بصفر نص مرة اخرى لن عندما اكس صفر بظل ايه تربيع حلو قوانين اللن الطرح بيرجع لقسمه الاول على الثاني بس قبلها بدي اتخلص من النص اسحب النص عامل مشترك قوس بيظل لن اثنين ايه تربيع ناقص لن ايه تربيع الان بنزل النص قوانين اللن الطرح بصير قسمه الاول اثنين ايه تربيع على الثاني ايه تربيع ايه تربيع مع ايه تربيع اذا الجواب نص لن لاثنين تمام انا بدي اثبت الجواب لن جذر لاثنين طب انا طلع معاي نص لن لاثنين هل يا ترى نص لن لاثنين هي نفسها لن جذر لاثنين نعم الان اتخلص من النص قلتلك معامل اللن برفع بصير دايما قوة اذا هذه عبارة عن لن اثنين قوة نص حولها اثنين قوة نص هي عبارة عن جذر الاثنين وهو المطلوب تمام استاذي تمام تمام هاي اعطيتكو السؤالين وراجعنا فيهم قوانين اللن تمام اعرفوا شغله من هون تخلص الوحدة كل معلمكو قاعدة جديدة في عندي ثلث اسئلة لابد منها اني اعطيك المشتقة وقل لك اعطيني الاختران الاصلي اعطاني اف الفتحة بقول لي جيب اف سؤال تطبيق من الحياة العملية فيروسات وبكتيريا وعدد سكان وتلوث وبحيرة وبكتيريا والسؤال على المساحة وسؤال على المساحة تعالوا نشوف هذا المثال اذا كان الاختران اف الفتحة للإكس يمثل ميل المماس لمنحن الاختران اف الائكس معروف المشتقة تمثل ميل المماس المار بالنقطة واحد صفر هذا الشرط الاولي المار بالنقطة واحد صفر يعني اف الواحد تساوي صفر هذا الشرط الاولي علشان لما نكامل نطلع قيمة الثابت سين اجد قاعدة الاقتران اف الائكس حيث اف الفتحة اللي هي المشتقة ثلاثة على اكس ناقص اربعة باختصار معطيك المشتقة وبدو القائدة الاصلية اف كامل اذا بتكامل المشتقة بتعطيك اف القائدة اللي اعطيتك اياه بالتأسيس وقلت لك مهمة اف الائكس هو تكامل المشتقة يا سلام ومنها اف الائكس تساوي تكامل المشتقة ثلاثة على اكس ناقص اربعة دي اكس ومنها يلا تطبيق على حسط اليوم ما تكامل ثلاثة على اكس الثلاثة بتطلع برا الواحد على اكس لن مطلق الاكس تكامل الاربعة اربعة اكس زائد سي بدنا سي الشرط الاولي اف الواحد صفر عوض اكس بواحد يلا لن الواحد مش عطينا اكس بواحد لن الواحد صفر بثلاث صفر ناقص اكس واحد اربعة بواحد اربعة زائد سي وكم اف الواحد صفر ناقص اربعة زائد سي صفر ومنها سي تساوي اربعة طلعت سي هل اقول له وهو المطلوب لا انا بدي القاعدة سي اللي طلعت معاك ارجع وذهب القاعدة اذا ما قاعدة الاختيران اف ال اكس جواب نهائي ثلاثة لن مطلق ال اكس ناقص اربعة اكس زائد اربعة وهو المطلوب تمام استاذي تمام تمام نيجي على سؤال من الحياة العملية طيب هنا بطلع الطالب من الامتحان جابوا لي بكتيريا وفيروسات تلوث والبيئة وعدد سكان يا جماعة الخير لازم يجيك السؤال مربوط بالحياة العملية لازم يا جماعة اسئلة سهلة تطبيقها خلينا نشوف قلتلك خذوه من جانب الرياضي يعالج التلوث في بحيرة باستعمال مضاد للبيكتيريا بهمنيش اذا كان عدد الخلايا البكتيرية الضارة في البحيرة يتغير بمعدل يتغير بمعدل نعرف انه معدل التغير بمثل مشطقة بمعدل ايش ام فتح لتي هيعطيك مشطقة مدام معدل تغير مشطقة تساوي 2000 تي على واحد زائد تي تربيع حيث ان تي عدد الخلايا اه بهمني لا يش بترمز الان الان هي عدد الخلايا البكتيرية لكل ميليلتر من الماء بعد تي يوما اذا طلعنا في اش بهتم ان التي تمثل عدد الخلايا البكتيرية والتي ترمز الى الزمن بالأيام هيو بعد تي يوما من استعمال المضاط فاجد ان تي ها المطلوب مني المطلوب مني اجد ان تي يا سلام انا ماعطيك ان فتح لتي يعني ماعطيك المشطقة وبيدي ان تي يا جماعة زي السؤال اللي قبل شوي ماعطيني المشطقة وبيدي القاعدة الاصلية اكيد راح نكامل طب بدنا الشرط الاولي علما بان ها الشرط الاولي العدد الابتدائي للخلايا لما يقول لك العدد الابتدائي دائما عند البداية يكون الزمن صفر الزمن صفر هو خمس الاف خلية هذه الخمس الاف تمثل ان عدد الخلايا والزمن ت صفر الابتدائي عند البداية الزمن صفر معناته الشرط الاولي منقدر نلخصه كالتالي ان الصفر تساوي خمس الاف هذا هذا عشان نطلع س بس طيك العافية طلع لي هون المطلوب مني ان ت معطيني المشتقة اكيد رح اكامل ولما بكامل بطلع لي مشكلة س بستخدم الشرط الاولي ان الصفر خمس تلاف من وين اجي الصفر اللي هو العدد اللي ابتدائي عند البداية الزمن صفر سلامتك تعال تيجي بتقول لي بكل بساطة ان لتي هي عبارة عن تكامل ان فتح لتي دي تي ومنها ان لتي تساوي تكامل ان فتح لتي الفين تي عواحد زاء تي تربيع هاي الفين تي على واحد زاء تي تربيع ابدي تي تمام شو مشتقة المقام مشتقة المقام اثنين تي الان معاك خيارين اما انك بتطلع الالفين لبرا هذا الثابت الفين بطلع برا بظل تي بضرب البسط بثنين عشان الشرط يتحقق وبقسم على اثنين بضرب البسط بثنين وبقسم على اثنين بعد ما طلع الالفين لبرا خيار ثاني شو رايك نحلل الالفين بعملها الف ضرب اثنين طلع الالف برا التكامل وخلي اثنين جو التكامل علشان الشرط يتحقق فكرة ثانية حلو اذا الالفين اعملناها الف ضرب اثنين خلينا الاثنين وطلعنا الالف صارت مشتقة المقام بتساوي البسط بتقدرش تعمل زي بلاش طلع الالفين كلها البسط بثنين وقسم على ثنين طيب الان الشرط تحقق مشتقة المقام ثنين تي ساوت البسط اللي برا التكامل بنزله الف لن المقام المقام واحد زائد تي تربيع ولا داعي للمطلق ليه التي عليها تربيع موجبة زائد واحد موجبة لا داعي للمطلق حتى لو تي ما عليها تربيع كمان موجبة لان نتي زمن لا يوجد زمن بالسالب حلو الكلام طب يا أستاذ بدنا سي الشرط الاولي الشرط الاولي ان الصفر تساوي خمس تلاف تعال ان للصفر ان لا الصفر يلا ان الصفر تساوي الف لن حق اللي تي بصفر بضل واحد زائد سي جدياش ان الصفر خمس تلاف طبعا انا بعرف انه لن الواحد صفر صفر في الف صفر بتروح معناته سي بتساوي خمس الاف يلا عوض سي بالقاعدة اذا القاعدة ان تي تساوي الف هاي الف لن واحد زائد تي تربيع زائد سي اللي هي خمس الاف وهو المطلوب تمام تمام ظل عنا الآن اخر سؤال وهو يتعلق في المساحة يلا حبايبنا مع السؤال الاخير بسم الله يلا يبين نسأله السؤال حبيته يبين الشكل المجاور هاي الرسمة شو بيبين المنطقة المحصورة بين منحن الاقتران واي تساوي واحد على اكس زائد ثلاث اذا هذا الاقتران اللي بالاحمر معادلته واي واحد على اكس زائد ثلاث يعني افل اكس والمحور اكس اذا هذي مساحة محصورة بين الاقتران افل اكس والمحور اكس اللي اخذناه بالتأسيس بين افل اكس والمحور اكس والمستقيمين اكس بساوي صفر اكس بساوي خمسة واربعين اطلعوا لي على المنطقة المضللة هايها تبدأ من هون شو يعني من هون من عند الصفر وين بتنتهي عند الخمسة واربعين هايها اذا هذي المساحة المضللة محصورة بين المستقيمين من الصفر الى الخمسة واربعين اجد قيمة كي ويني كي هايها عن رسمي هايها هاي الكي طبعا واضح انه الكي عدد موجب لانها جاي على الاكس الموجبة ويكون ويكون بعلمك ان الكي تقع بين الصفر والخمسة واربعين طيب كيف اطلع كي شو المعطيات التي كي التي تقسم المنطقة المضللة الى منطقتين متساويتين في المساحة اها ما لها الكي بله كمان مرة بيقولك الكي بتقسم المنطقة المضللة هذه المنطقة المضللة الكي لايش بتقسمها الى منطقتين هاي منطقة وهاي منطقة مال هذول المنطقتين متساويتين في المساحة اها مساحة هذه المنطقة تساوي مساحة هاي المنطقة مساحة المنطقة ار واحد تساوي مساحة المنطقة ار اثنين سعد من اين جبت هذا الحكي معطيات السؤال الكي تقسمها إلى منطقتين متساويتين في المساحة حلو الفكرة الآن عشان أطلع كي تعالي الآن نطلع مساحة R1 ومساحة R2 ونسويهن ببعض المساحة تساوي إما تكامل أو سالب تكامل اللي خدناها بالتأسيس بما أن المنطقة المضللة تقع فوق المحور X فالمساحة تساوي التكامل لو كانت المنطقة المضللة تحت X المساحة تساوي سالب التكامل يلا قلولي المنطقة R1 تبدأ بصفر وتنتهي بK يلا عبر عن المساحة تكامل من صفر لK حلو تكامل FX 1 على X زان الثلاثة DX هاي مساحة هاي مساحة المنطقة الأولى تساوي مساحة المنطقة الثانية تبدأ بK وتنتهي بـ 45 إذن تكامل من K إلى 45 F X 1 على X زان الثلاث DX إذن عبرت عن المساحة بتكامل المساحة الأولى حدودها من صفر لK والمساحة الثانية حدودها من الك للـ 45 هذولا تكاملين متساويين لأنهم بمثلوا المساحة يلا نكامل شو مشتقة المقام واحد مشتقة المقام واحد معناته لن المقام يلا إذن بصير عندك لن المقام اللي هو القيمة المطلقة لـ X زاء الثلاث محدود من صفر إلى K يساوي تكامل واحد على X زاء الثلاث لن المقام لن X زاء الثلاث محدود من K إلى 45 طيب هلا هذا السطر تعال أن أقول لك إياه على الصفحة الثانية ها نفسه بدي أن أقوله لن X زاء الثلاث من صفر إلى K يساوي لن X زاء الثلاث من K إلى 45 طعويض الحد العلوي عوض لمكان X بK وبما أن K موجبة جاي على X الموجبة لا داعي للمطلق لن K زاء الثلاث بيروح المطلق ناقص تعويض الصفر X صفر بظل لن الثلاث يساوي تعويض ال 45 لن 45 زاء الثلاث 48 ناقص تعويض الك لن محل X K K زاء الثلاث انتهى الطعويض كوننا معادلة بدنا نطلع قيمة العدد K جمع الحدود هاي جيبها لهون إشارتها سالب بتصير موجب وهاي أستاذي وديها لهناك سالب بتصير موجب يعني بدأ جمع الحدود اللي فيها K لحال المجهيل لحال والثوابت لحال بتصير لن K زاء الثلاث انقل هاي زائد لن K زاء الثلاث يساوي انقل ناقص لن الثلاث بتصير موجب لن الثلاث زائد لن الثمانية واربعين تمام هلأ هون معاك خيرين هذول حدود متشابهة لن الكيز زاء الثلاث اجمحهم لبعض اثنين لن الكيز زاء الثلاث خيار ثاني طالب قال رجعت الجمع لضرب لن كيز زاء الثلاث ضرب كيز زاء الثلاث برضو بصير هون قوانين لن الجمع بصير ضرب ثلاثة ضرب ثمانية واربعين فيها مية واربع واربعين ارفعلي هذا الاثنين بصير قوة لن كيز الثلاث تربيع يساوي لن مية واربعة واربعين اسحب اللن من الطرفين مادام لن بساوي لن يعني لن علي يساوي لن حمد اسحب اللن من الطرفين معناته علي تساوي حمد يلا تسحب اللن من الطرفين بصير عندك كيز زاء الثلاث عليها تربيع تساوي مية واربع واربعين سحبنا اللن خذ الجذر التربيع للطرفين كيز زاء الثلاث جذرت جذر المية واربع واربعين اطناش بس احنا لما نجذر ناخذ حلين موجب سالب اما كيز زاء الثلاث اطناش او كيز زاء الثلاث تساوي سالب اطناش يلا اطرح ثلاث من الطرفين اطناش ناقص ثلاث تسعة منطقية موجبة وتقع بين الصفر والخمس واربعين يلا اطرح ثلاث من الطرفين ناقص اطناش ناقص ثلاث ناقص خمست تهمل طلعت هون سالبة احنا اتفقنا انه كي موجبة وهو المطلوب حبيتوا للسؤال حلو السؤال وبهذا الشكل ننهي حصتنا لهذا اليوم كل التوفيق طلابنا طالباتنا يعطيكم العافية اشتركوا في القناة